أتوقع أنه سيكون لرادع مرة كبيرة لأنه تعرف الإنسان أولاً إذا هو ما ينتبه على ما هم نفسه أو استسهل فممكن أنه هو يشيلهم أن العقوبة هذه ما حطاله هو فقط يعني ممكن حتكون متسلسلة ممكن ناس تانيين حوالينه حيتضرروا فممكن هنا يبدأ يركز أكتر في كل فعل أو قول بالذات أنه لازم ننتبه ترى تعريف التحرش ممكن يكون يعني شوية فيه صعوبة لأنه كل قول أو عمل أو حتى إشارة لها مدلول يفسر على أنه تحرش فالواحد لازم يركز كثير في التعامل مع أي شخص سواء من جنسه أو طفل أو الجنس الآخر يعني